السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقل تم من لساني يفقه قولي في فيديو اليوم رح نكمل باقي مواضيع ورح نفوت على موضوع بدنا نشوف موضوع الأولويات في عنا Logical Operators زي ما شوفنا في الدروس السابقة وظيفة Logical Operators إنها تربط بين Proposition و Proposition آخر في عندي أولويات رح نبدي في بعض الحالات رموز معينة على رموز أخرى خلينا نشوف الأولوية رقم واحد لمن رح تكون عنا Around Brackets أو الأقواس Around Brackets أو الأقواس أول ما نشوفهم رح نبدأ فيهم بعدها بيجي عنا Negation أو النفي في الرقم رقم في الترتيب رقم ثلاث رح يكون عنا And أو Conjunction بعدها رح يكون عنا Or ألا وهي Disjunction بعد Or رح يكون عنا Implication وبعد Implication رح يكون عنا By Conditional خنشوفهم مرة أخرى لما أشوف Propositions مع بعض بربطهم Logical Operators رح أفكر أنه في عندي أولويات في إشي رح أبدأ فيه بالبداية وفي إشي لازم يكون بالأخير وإذا لقيت إحداهما أو لقيت أكثر من واحد في معادلة واحدة رح أشوف الأولوية لمن رح تكون حسب الجدول الموجود عندي فأول شيء Round Brackets الأقواس العادية بعدها Negation بعد Negation And أو Conjunction بعد Conjunction في عنا Or أو Disjunction وبعد Disjunction في عنا السهم أو Implication بعد Implication في الترتيب الأخير رح يكون عنا البي Conditional ألا وهو السهم للرأسين خلينا نأخذ مثال بسيط خلينا نأخذ مثال بسيط أنا عندي المعادلة التالية المعادلة التالية بتحكي لي P or not Q implies P and Q P or not Q implies P and Q في هذه المعادلة زي ما تعلمنا سابقا رح أستخدم قانونين القانون الأول لحتى أعرف خلينا نأخذ القلم هون أوكي بالبداية رح نشوف عندي أكام Proposition عندي واحد اثنين عندي ال-P وعندي ال-Q فيه Propositions غيرهم ما فيه Propositions غيرهم فأنا بعرف أنه N تساوي اثنين N تساوي اثنين N هي عدد ال-Propositions فلما أجي أحكي two to the power N ألا وهي اثنين قوة اثنين رح تساوي أربعة شو يعني أربعة؟ هذا الرقم شو يعني لي؟ يعني لي أنه أنا رح يكون في عندي أربعة روز أربعة روز بجرس أنتم شايفين حاليا خلينا أجعل اتجاه المعاكس بصير في عندي أربعة روز أربعة روز شايفين الأربعة روز هاي طلعتها من القانون وزي ما تعلمنا سابقا طيب الآن خليني أجعلي propositions وأضيفهم عندي ال-P وعندي ال-Q شو رح أضيف غير ال-P و-Q زي ما حكينا أنا شايف أقواس شايف or شايف and شايف implies عملية وشايف not الأولوية دائما للأقواس خلينا نبدأ من اليسار نبدأ بالقوس الأول جوا القوس الأول عندي not وعندي or الأولوية حسب الجدول السابق هي ل not فأنا لو ما شفت not فأجي بعد q أضيف not q ضفت not q بعدها بنروح وبنشوف شو بيضل عندنا بعد ما شفت not q بيضل عندي or بضيف p or not q وأخيرا بنروح على بعد implication لأنه الأولوية للقوس الثاني بنشوف عندي p and q p and q فبنحط p and q وفي المكان الأخير هؤلاء هون رح يجي عنا ورح أضيف عندي المعادلة كاملة ألا وهي p or not q a implies p and q implies p and q خلينا نبدأ من ال-proposition هاي ال-proposition رقم واحد هاي ال-proposition رقم اثنين من ال-proposition رقم واحد زي ما تعلمنا سابقا رح أوزع true false true false وال-proposition الثاني رح يكون رح أوزع على شكل الثنينات أو مضاعفات الثنين فرح أبلش بال-true ثنين true ثنين false زي ما حكينا لحد الآن ما في شي جديد عنا طيب خلينا نعبي باقي الجدول زي ما انتم شايفين الأولويات اللي أخذناها سابقا ساعدتني أنني أختار لما أجي أشوف معادلة كبيرة زي هيك أنا من وين رح أبلش رح أبلش بالأقواس عندي قوسين رح أبلش من اليسار بعد ما بلش من اليسار أوه جو الأقواس في عندي or وفي عندي negation بأيهما أبدأ أبدأ بالأولوية الأولوية مع النوت ببلش مع النوت مع النوت بي يلا نبلش مع النوت كيو عفوا يلا نبلش مع النوت كيو النوت نفي الفولس true نفي الفولس ونفي أو النجاج للفولس رح يكون معي الترو بعد ما خلصنا النوت حكينا داخل الأقواس ما ضل عندي غير or خلينا أخذ p or not q p وين p هاي p هاي الكولم الخاص في p وين not q هاي not q هاي not q أنا بدي هون هذا الكولم وبدي هذا الكولم طيب هاي p وهي not q الكولم اللي هون والكولم اللي هون فإحنا بدنا نشوف p or not q خلينا نبلش true or false زي ما حكينا وعرفنا عن or إنه لما يكون عندي true واحدة رح تطلع النتيجة true فلما يكون عندي true or false هي true true or true هي true false or false هي false ورح يكون عندي بالأخير false or true واحدة تحقق لي true فبالor زي ما حكينا سابقا زي ما بتلاحظوا يشطرط وجود two false لحتى يعطيني outcome false أما إذا كان كلاهما true أو أحد منهم true رح يعطيني true بعدها خلينا نأتي على p and q p and q p and q زي ما حكينا and تشطرط علي أن يكون كلاهما true لحتى تعطيني true ما عدا ذلك رح تعطينا false خلينا نشوف هاي عنا column الخاص بالp والcolumn الخاص بالq وهون رح نعب النتيجة نيجي هون true and false رح يعطيني false نيجي هون false and true زي ما حكينا رح يعطيني false وليش لأنه عندنا الآن زي ما حكينا بعيد وبركرر أنه بتشطرط علي وجود اثنين true لحتى تكون النتيجة true عدا ذلك رح تعطينا false نيجي آخر اشي false and false رح تعطيني قولا واحدا false وحاليا نيجي للشق الأخير من هاي المعادلة ال-p or not q implies ال-p and q ألا وهي المعادلة اللي انتوا شايفينها false في هاي المعادلة رح نشوف نعمل عملية implication نعمل عملية implication between مين and p or not q وين الكلوم الخاص فيها هاي الكلوم الخاص فيها وعننا ال-p and q وهاي الكلوم الخاص فيها لكن لاحظوا هاي معلومة مهمة جدا إنه اتجاه السهم من p or not q باتجاه p and q شو يعني هذا الحكيم يعني اللي قبل السهم هو condition واللي بعد السهم هو conclusion فاللي قبل السهم اللي هو p or not q فp or not q ألا وهو الكلوم اللي على اليمين هو بيكون عندي condition هذا هو عفون هذا هو النتيجة وهذا هو الشرط فعندي condition وهي conclusion condition و conclusion فاتجاه السهم رح يكون هيك طيب نبدأ مع بعض نبدأ مع بعض حكينا في implication طالما عندي true في condition بتطلع على outcome على ما بعد السهم إذا طلع برضو معي true بتكون النتيجة true طيب نرجع هون condition true شو عندي conclusion أو شو عندي النتيجة false معناته false لكن شرط implication تحكي لك إذا كان عندك condition الشيء اللي قبل السهم عندك false ما بتطلع شو في conclusion وبحطها على طول true فرح نحط هون true وبنيجي آخر إشي وبكون عنا true فنتطلع شو في عنا بالconclusion false فرح تكون عندي برضو false هذا مثال بسيط شفنا كيف ممكن إنه الأولويات تساعدني إني أحل السؤال التالي بال truth table خلينا نشوف سؤال مهم ممكن يجي لنا السؤال نمطك التالي بيحكي لك show that this proposition is a يعني وضح لي أو بين لي إنه ال-proposition الرح أعطيك إياه هو رح يكون إما tathology راجي هون إما contradiction وإما contingency إما tathology إما contradiction إما contingency طيب شو هذا يعني يا عمار طبيعة السؤال رح يجي يحكي لك بيّن لي وضح لي إنه ال-proposition رح أعطيك إياه هو عبارة عن واحد من هاي الثلاث أشياء طب أنا كيف بدي أعرف إنه هو واحد من هاي الثلاث أشياء خلينا نأخذهم وحدة وحدة ونركز فيهم التاليجي هو دائما true التاليجي هو دائما true يعني التروث values إلو دائما وجميعها true لكن التناقض باللغة العربية هو false دائما جميع التروث values رح تطلع معي false طب لو كان خليط ما بين الترو والفال هو خيارنا الأخير اللي رح يكون ال-contingency ال-contingency فأنت عندك طريقتين لتحل هذا السؤال رح يجي يقول لك بيّن لي إنه هاي ال-proposition على سبيل المثال is a tathology أو tathology أو contradiction أو contingency فأنت كيف بدك تبين له كيف بدك تثبت له إنه جميع التروث values طبعته هي true أو false أو هي خليط ما بين true والfalse رح نستخدم الإشيء اللي تعلمنا التروث table وعندنا طريقة ثانية ألا وهي باستخدام الإكويفلنس laws لكن قبل ما نستخدم الإكويفلنس laws خلينا نيجي نحل هذا السؤال على طريقة التروث table زي ما إنتم شايفين هون بيحكي لك how to determine if two propositions are equivalent هون سؤال ثاني برضو ممكن نحله نفس السؤال السابق عن طريق التروث tables أو الإكويفلنس لهم طيب شو فكرة السؤال هاد فكرة السؤال هاد بيحكي لك كيف توضح أو كيف تبين إذا عندك two propositions بالنسبة إليك هما إكويفلنس أنا متى بقدر أحكي عن two propositions are equivalent متماثلين كيف بقدر أحكي عن two propositions إنهم متماثلين خلينا نجي نقرأ هون بيحكي لنا زي ما إنتوا شايفين two propositions are logically equivalent when they have the same truth value ركز عندك two propositions رح يكون equivalent رح يكون نفس الشيء بالنسبة إلي إذا كان عندهم نفس truth values نفس القيم نفس القيم every possible scenario this means that for every possible truth assignment to their variables both propositions yield the same result yield the same result يعني أنا رح أخذ truth table لل proposition الأول وال proposition الثاني ورح أشوف truth values التي طلعت معي إذا كانت هاي truth values متشابهة نفس الشيء identical معناته بقدر أحكي عنهم أنه both of them are equivalent أو أنه الـ propositions الأول هو equivalent للـ proposition الثاني خلينا نيجي الآن ونشوف سؤال من الأسئلة اللي موجودة معنا خلينا نقرأ السؤال بيحكي لك let's determine if the propositions ومعطيني two propositions الـ proposition الأول خلينا نأخذ الأول تمام الـ proposition الأول هو هاد and الـ هاد الـ proposition الثاني are logically equivalent using a truth table عيد مرة ثانية let's determine if the propositions اللي معطيك إياهم proposition رقم واحد و proposition رقم true هم logically equivalent using a truth table هون وضح لي الطريقة اللي بده يعني أحل فيها السؤال زي ما تعلمنا واختصارا للوقت هاي الـ table موجود قدامي خلينا نبدأ في الحل أنا هدفي إني أطلع من خلال truth table ل truth values وأجي أقارن هال truth values الخاصة في column هاد نفس truth values الخاصة في column هاد لل proposition هاد إذا كانوا الاثنين نفس القيم بقدر أحكي إنه الـ proposition الأول رقم واحد هو logically equivalent للـ proposition الثاني خلينا نبدأ زي ما تعودنا بدنا نبدأ بالعاد عندي proposition B عندي proposition Q فبكل الـ propositions الموجودة معي عندي أو في كل المعادلتين الموجودات ونكتب عندنا P ونكتب عندنا Q زي ما تعودنا الأول true false true false وعندي P رح يكون 2 true 2 false تمام خليني أجي على المعادلة الأولى ونشوف عندي and وعندي أقواس الأولوية زي ما اتفقنا دائما للأقواس بنروح جوه الأقواس شو عندي بالأقواس عندي P or Q عندي P or Q طيب بعد ما أخذت الداخل الأقواس شو ضل عندي ضل عندي and P بضيف لها and P فباجأ أقول P and أقوس P or Q هاي هي المعادلة الأولى وأنا هون تركت فراغ أو كلهم إضافي لحتى أقارن بين P معه فرح أكتب P هون نفس الشيء فالP عندي هي true false رح أحط مكانها true true false false خلينا نيجي نشوف P or Q P or Q زي ما حكينا or تشترط وجود true واحد على الأقل حتى تعطيني true فرح نيجي نحل true or true 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 or false true false or true true false 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 تعال نيجي نحل المعادلة الأولى كاملة نضيف P or Q نضيف لها and and P فأنا رح أجي أعمل P and P or Q هاي P الكولم الخاص فيها وهي P or Q خلينا نيجي نشوف التruth value لهم true and true رح تعطيني true true and true رح تعطيني true true or false and true false and true رح تعطيني false لأنه حكينا بالand يشترط وجود اثنين true لحتى يعطيني true نيجي على الخيار الأخير نشوف false and false رح يعطيني false الآن نيجي بنقارن بالtruth table أنا ضفت P هون جماليا بس عشان يكونوا جم بعض وما أعجبكم لكن بقدر بكل بساطة أختاري column الخاص في المعادلة الأولى واختاري column الخاص في المعادلة الثانية وأقارن بيناتهم لكن أنا من ناحية الجمالية حطيتهم جم بعض بس لحتى نشوف رح نيجي نشوف هل P and host P or Q هي equivalent للP كيف بدي أعرف من خلال truth values نشوف الرول الأول true true نشوف الرول الثاني true true الرول الثالث false false الرول الرابع false false طيب شو هذا ببين لي هذا ببين لي إنه الجواب رح يكون yes ال-proposition الأول وال-proposition الثاني are logically equivalent percent خلينا الآن نيجي نشوف ال-equivalence law ال-equivalence law حكينا إنه الأسئلة السابقة اللي بيّنت لكم إياهم وعطيتكم أمثلة عليهم إنه عندي أنا طريقة طريقتين لحل هاي الأسئلة الطريقة الأولى هي كانت باستخدام truth table وزي ما شفته في المثال السابق الآن بدنا نتعلم l-equivalence laws l-equivalence laws وإننا طريق خلال l-equivalence laws رح تسهل علينا كثير وفي بعض الأحيان رح تكون تكون أقل تعقيد وأسهل من truth table خلينا زي ما حكت لكم نيجي على المثال الأول ونشوف ليش بنية تيجي ال-proposition and true رح تطلع proposition خلينا نأخذ لنفترض أنه proposition في هاي الحالة هاي proposition and true شو ممكن تكون قيمة ال-proposition إما true وإما false لنفترض أنها true نأخذ المثال الأول نفترض أنها true true and true شو رح تعطيني؟ رح تعطيني true طالما أعطتني true فهي قيمة l-p فهي قيمة l-p نعم قيمة true أيضا لكن هي قيمة ال-proposition الأول طيب نأخذ المثال الثاني قد تكون قيمة ال-proposition false فلو بد أجي أحكي false and true رح تعطيني false مين هو false قيمة ال-proposition true قيمة ال-proposition فمشان هيك بقدر أحكي بقدر أحكي زي ما أنا استنتجت أنه بجميع حالات p and true رح تعطيني قيمة l-proposition لأنه في الأول أعطتني قيمة l-proposition ألا وهي l-true أعطتني في الاحتمال الثاني إذا كانت false قيمة l-proposition ألا وهي l-false طيب خلينا نشوف القانون الثاني هذا هو كان القانون الأول القانون الثاني بيحكي لنا إذا كان عندي proposition or false هو دائما بعطيني أو equivalent لل-proposition نفسه لو أخذناها على نفس الطريقة وطبقنا بدون ما نكتب l-proposition لو كان true true or false رح تأخذ true ألا وهو قيمة l-proposition طيب لو كان عندي false or false رح تأخذ قيمة false الجواب رح يكون false ألا وهو قيمة l-proposition فبنفس تفسير القانون الأول رح يكون عندنا نفس الشي إذا لقيت proposition or false رح يكون equivalent لل-proposition نشوف رقم ثلاثة عندك proposition and false هو equivalent لل-false ليش لأنه في ال-and إذا وجد false واحدة رح يعطيني false خلينا نشوف لو كان true and false رح يعطيني false طيب لو كان false and false رح يعطيني false نفس الشي نروح على المثال اللي بعده proposition or true هو دائما equivalent لل-true نقدر نستبدل هاي بال-true كيف يعني l-proposition اللي نفترض انه true true or true رح يعطيني true false or true رح يعطيني true لأنه حكينا l-or تشترط وجود true واحد فطالما موجد true الواحد فهي قيمته الجواب عنا أيضا قانون آخر ألا وهو l-proposition and proposition هو equivalent لل-proposition نفسه على سبيل المثال لو كان l-proposition قيمته true true and true true لو كان l-proposition قيمته false false and false رح يعطيني false خلينا نشوف المثال الأخير عند double negation نفي نفي إثبات ال-proposition ال-proposition فالproposition عليه double negation وجود double negation بخليهم يمحوا مع بعض ويرجع ال-proposition لحاله وأعتقد أنه أغلبكم بعرف هاي المعلومة نفي نفي إثبات فلما يكون عندي double negation رح يرجع ال-proposition لحاله لأنه ال-negation بتشيل ال-negation نيجي على قوانين أخرى عندي ال-p and q عندي ال-p and q هي logically equivalent لل-q and p يعني شو عملت يا عمار عملت أني بدلت مواقعهم عندي two propositions بينهم and لو عملت swap لأماكنهم ما في مشكلة فبدلت ما كان ال-q بال-p وال-p بال-q نوخد اللي بعده p or q هي equivalent لل-q or p نفس الشي two propositions بينهم or أنا عملت لهم swap بدلت p ما كان q والq ما كان p فهذا logically equivalent وما في أي مشكلة خلينا نيجي هون على المثال الثالث ونشوف أو القانون الثالث عندي p and q كلها بين أقواس and are شوفوا عندي two propositions بينهم علاقة وخارج الأقواس عندي and propositions ثالث هي equivalent لل-p and داخل الأقواس q and r أنت هون شو عملت أنت قدرت تتلاعب بالأقواس وتطلع p بره مثلا وتخلي q و r داخل الأقواس بحكم أنه ال-two logical operators من نفس النوع ال-two logical operators من نفس النوع فأنا قدرت أني أجي أحكي p خليها بره الأقواس ودخل الأقواس لq and r بقدر أعمل هذه الحركة لأنه both logical operators أو عندي الرمزين المنطقيين كلاهما من نفس النوع ونفس الشكل نفس الشي نروح على or p or q داخل الأقواس بره القوس عندي or r proposition r هي equivalent لل-b بره الأقواس or داخل الأقواس عندي q or r فهذا الشيء ما في أي مشكلة لكن ركزوا معي هون الاختلاف عندي proposition b علاقة and مع قوس كامل شو عندي داخل القوس عندي q or r q or r فعندي الرمز الداخل الأقواس باختلف عن الرمز الخارج عن العلاقة اللي مع proposition الثالث أو الدخيل عليهم ف البروبوزيشن الداخل عليهم علاقته معهم and أما مع علاقتهم ببعض داخل الأقواس هي or هذا equivalence أو متساوي مع أنك تيجي يتوزع تيجي يتوزع p and على propositions الموجودين في الداخل فأنا ممكن هون إيش أعمل خلينا نختار طيب خلينا نيجي نحكي أنه أنا عندي p and p and p and رح أجي أوزعها p and q مرة ومرة p and r لكن بينهم or فرح أجي أحكي p and q يجي حكيت هون p and q داخل القوسين عندي or الإشارة اللي داخل القوس باجي بحكي p and r or p and سيما أنت شايفين هون ال r خلينا نيجي نشوف المثال اللي بعده بنفس الطريقة لكن عكسهم خلى داخل الأقواس علاقة بين two propositions هي and وخارجها or ف ال propositions الخارج رح يأثر على الداخل باجي بعمل كالتالي بحكي p or p or p or q p or q q علاقة الشعار الداخل أو logical operator الخاص بداخل الأقواس بحطه and باجي بحكي p or r باجي هون بحكي p or r زي ما أنتوا شايفين هاي القوانين رح تخلينا نستبدل بعض الأشياء اللي بنشوفها موجودة عنا بالشكل الأول بنخليها بالشكل الثاني نشوف بعض القوانين الأخرى عنا هون نت بتأثر على قوس كامل على p and q على p and q هون بدك تعرف أنه النفي بأثر على ثلاثة أشياء في هاي الحالة ما بأثر فقط على خلينا نختار هون ما بأثر فقط النت على البروبوزيشن الأول والبروبوزيشن الثاني هو بأثر على logical operator أيضا هو بأثر على logical operator أيضا كيف يعني يعني إذا صار نفي على and رح تصير or وإذا صار نفي على or رح تصير and كمان مرة عمار أوكي وزع النفي على الثلاثة أشياء هاي نفي b not p نفي and or نفي q not q فصار عندي and or وصار عندي two propositions في negation قبلهم نشوف العكس إذا كان negation أثر على or مش and رح يكون نفس الجواب لكن not p not p not على or رح تعطيني and و not على q رح تعطيني not q نفس الشيء لكن تأثير not دائما بأثر على ثلاثة أشياء داخل الأقواس أو على شيئين propositions propositions وبأثر على logical operator إذا كانت and تصير or وإذا كانت or تصير and طيب خلينا نيجي الآن ونشوف برضو الأمثلة الباقية إذا كان عندي p and بتأثر على قوس بتأثر على أقواس على propositions داخل أقواس داخل القوس عندي p or q لاحظ هون شغلة أن p علاقتها and مع p يعني أول proposition داخل الأقواس هو نفسه المتأثر بال and الخارجية وفي المثال اللي بعده نفس الشي الproposition الخارجي p بعلاقة أنه نفس الproposition اللي داخل الأقواس طيب في عندي p and داخل أقواس p or q لاحظ أنه هون عندي or وهون عندي and هاي equivalent للproposition نفسه بقدر أني بدل ما أحكي p and أقواس p or q بقدر أستبدل كل هاي بالproposition نفسه لأنه value لها رح تطلع بالأخير شو ما كانت معي قيمة الproposition نفسه نجربها يلا نجربها كيف قصدك يا عمار خلني أجي نأخذها أنت قاعد تحكي للp and الp or q صح صح خلينا نفترض في هاي الحالة أنه قيمة الp هي true وقيمة الq هي false فأنا رح أجي أحكي الp هي true true and شو رح تأخذ بين true or false رح تأخذ true or false رح تأخذ عندك true طبعا true and true رح تأخذ عندك للtrue طب شو قيمة true كانت معنا قيمة true هي قيمة الproposition نأخذ قيمة ثانية نأخذ قيمة ثانية لنفترض أنه قيمة الproposition false false and false or وقيمة q خليها true مثلا أو خليها false نفسه السابق نبلش بالأقواس false or false 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 and false false رح تعطيني false طب مين اللي قيمته false قيمة false أيضا هي قيمة p صح أنه صادفة هي قيمة q ولكن بهمنا قيمة p خلينا الآن نروح على المثال اللي بعده proposition p or not p هو equivalent للtrue يعني أي proposition or نفيه هو true أعطيني مثال أعطيك مثال لنفترض أنه proposition عندي قيمة proposition هي true معناته not true رح تكون عندي false رح يكون عندك التالي true or false هذا equivalent لشو أو يساوي شو رح يكون عندي true والtrue ألا وهو قيمة proposition طيب خلينا نشوف المثال الثاني أو خلينا نجرب أنه proposition عندي في هاي الحالة يكون false فلو proposition كان عندي false هاي false وخلينا نحول هون أوضح هاي عندي false طيب or not false لو بديحط not false هي نفسها رح تكون ايش true لما يكون عندي false or true رح يكون عندي true ليش لأنه حكينا بتشطرت وجود true واحد لحي تطلع للtrue فطالما في عندي هون false هاي رح تكون عكسها true وطالما هاي كانت على سبيل المثال false فهاي رح تكون true والعكس صحيح طالما هاي كانت true هاي رح تكون false فأنا على جميع الحالات رح يكون عندي true واحدة والنتيجة رح تطلع true خلينا نشوف الأخير على نفس الفكرة proposition p and not p هي دائما equivalent لفالس هي دائما equivalent لفالس ليش؟ لأنه لو الـ p true نفيها رح يكون false ولو كانت هاي false نفيها رح يكون true فعالجهتين رح يكون عندي رمز وغيره رح يكون عندي true وfalse طب true and false دائما رح تعطيني false دائما رح تعطيني false طيب خلينا نكمل عندي l-equivalence laws خلينا نكمل فيهم عندي قاعدة مهمة أيضا l-p l-p عندي proposition p implies q p implies q p implies q طيب هاي equivalent لشو هاي بتتحول كالتالي بصير عندي not b or q بصير عندي not b or q not b or q دائما l-implication تتحول ل not b or q l-p بيمثلي زي ما حكينا l-condition و l-q بتمثلي l-conclusion طيب نشوف اللي بعده p implies p يعني condition l-condition l-conclusion هم نفس l-proposition l-condition l-conclusion هم نفس l-proposition فبطلع عندي جوابه دائما true دائما true خلينا نشوف القاعدة الأخيرة زي ما حكينا قاعدة اللهم صلي على سيدنا محمد عندي p تمام conjection q p conjunction q شو الفرق او شو الاشي السحري رح يصير عندي كالتالي احنا بنعرف انه سهم ذور رأسين فبيحكي لي انه p بتأثر على q و q بتأثر على p يعني p هي condition لq والq هي condition لb فانا بدي مرة تكون p هي condition و مرة q هي condition فعلى سبيل المثال رح يكون عندي هي equivalent لا p سهم q and q implies p فراح يكون عندي p implies q and q implies p هاي نفسها بتكون عندي السهم ذور الرأسين خلينا نيجي عملخص الـ logical laws أو equivalent laws هدول لهم اسماء معينة مش مهم جدا مهم التطبيق لكن في بعض الحالات انت لازم تكون familiar مع الاسماء اللي خاصة فيهم فعلى سبيل المثال القانون اللي اخذنا p and true هو equivalent ل p فهذا اسمه identity law identity law على سبيل المثال زي ما تشايفين عنا القوانين الاخرى تقدر تشوفهم براحتك عنا الدي مورغن الدي مورغن بنشوفه كثير الى وهو النفي لما يفوت على اقواس بتأثر فيه الـ propositions وبتتأثر الان بتصير or وال or بتصير and فانت خذ راحتك بانك تعرف اسم كل قاعدة اخذناها وشرحناها وتحفظها في سبيل انك تعرف شو اسماء القواعد اشتركوا في القناة